صادق خبر آخر في هذه الجولة السيادي يوجه بدعم مفاوضية الحدود وجه مجلس السيادة الانتقال يوم الاثنين بدعم المفاوضية القومية للحدود بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه المطلوب باعتبارها الجهة الرسمية المنطب بها تحديد حدود السودان الحقيقية لفرض السيادة عليها ويطلع المجلس خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على سير الأداب المفاوضية والمعوقات التي تواجهها وسبل تذليلها وأكد عضو المجلس محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي عقب الاجتماع أكد أن المجلس وجه بتأجيل ترسيم الحدود في الولايات خاصة المناطق التي حولها اختلاف تماشيا مع الحوار الجاري مع حركات الكفاح المسلح والمجموعات المطلبية بجوبة حول السلام ولما يترتب عليه من توزيع للثروة في بعض الولايات بالنسبة لتحديد الحدود بالنسبة لتحديد الحدود رغم أنه عندنا إشكالات قديمة مع الدول الأصلم كنا محاديدينها في السابق زي مصر وزي إتيوبيا لكن أطول حدود هي مع جنوب السودان وأغلب الإشكالات الآن هي مع جنوب السودان في عدة مناطق ربما تصل إلى العشرة مناطق فيها إشكالات والإشكالات أغلبها لهذا أنه المشرع المسؤولين رهنوا الموضوع بتحقيق السلام لأنه في حركات كثيرة في جنوب السودان حركات كفاح مسلح ضد حكومة جنوب السودان وعلى الحدود وأصلا الزاكرة القديمة بتاعت السودان الموحد ففي حتات كثيرة الآن دخلوا فيها ويتتحركوا على سنة هي جزو من جنوب السودان وهي جزو وليست منتنازح حولها حتى لكن الآن في اختراقات كثيرة وقربوا بجبيها ودغيرة بياي ودغيرة المناطق هنا جنوب النين الأبيض فأنا أفتكر أنه تحقيق السنة في السودان وفي جنوب السودان بيكون الخطوة الأولى لأنه نحن نرسم الحدود مع جنوب السودان لأنه أطول حدود وأصعب حدود ترجمة نانسي قنقر